السلام عليكم ورحبا بكم ناسا جياسكا يبدو أن بوزيدي يريد النقاط الثلاث أمام وفاق سطيف ولا غير النقاط الثلاث بوزيدي يلقي خطابا ناريا ويطالب بالزاد كاملا والإدارة توفي بعودها وتدخ جزءا من مستحقات بوزيدي دلونا لايك الفيديو وابوني في القناة ولكم تعليق على الموضوع هذا بوزيدي يلقي خطابا ناريا ويطالب بالزاد كاملا أمام وفاق سطيف يبدو أنه يريد النقاط الثلاث يبدو أنه قال لك لا غير النقاط الثلاث والحماس الكبير الذي جاء به بوزيدي والطاقة الإيجابية التي صنعها في فريق شبيبة القبائل كما جرت عليه العادة دائما لم يخسر المدرب يوسف بوزيدي لغة الخشب من أجل الحديث مع شباله عن اللقاء المقراشية الغد أمام وفاق سطيف على أرضية ميدان هذا الأخير أين ألقى خطابا ناريا على لعبيه من أجل إشعارهم بضرورة أن يكونوا واعين وعلى قدر كبير من المسؤولية قبل المباراة التي تنتظرهم أين يسر على الزاد كاملا وضيفا أنه لن يرضى بغير ذلك هذا هو من المقرر أن تصل لتشكيل الشبيبة القبائل دائرة اليوم إلى مدينة العلم التي تم اختيارها مبدئيا من أجل المبيت قبل لقاء الغد أمام وفاق سطيف خصوصا أن أبوزيدي يصر على حصة تدريبية آخر عاشية اليوم من أجل إجراء آخر الروتوشات راح نيباته في العلمة إن شاء الله قبل تنقل إلى سطيف نعرف أنه العلمة قريبة من سطيف وهذه حاجة مليحة للشبيبة وكما أشلنا إليه وبلغة مباشرة بعيدة عن أي نوع من التعقيدات أكد أبوزيدي اللاعبين قائلا كي أكون معكم واضحا وأريد أن تكونوا صريحين مني كما هو الحال بالنسبة لي سنخوض مواجهة أعتبرها معيارا حقيقيا بالنسبة إلينا والذي ليس قادرا على أن يكون في مستوى التطلعات من الأفضل أن يبقى في تيسي وزو لأني أريد الاعتماد على اللاعبين أكثر حرارة والمساعدين للتضحية من أجل الشبيبة عرفوا قيمة القامسة التي تحملونها على ظهوركم وأضف أبوزيدي في حديثه مع اللاعبين قائلا الشيء الوحيد الذي أريده أن تضعه في أذهانكم جيدا هو أن تدركوا قيمة الألوان التي تحملونها على ظهوركم هذا الفريق لا يخشى أي نادي وعندما قابلت المهمة فهذا لأنني أعرف تاريخه الذي لا بد أن تكونوا ملمين به لن أرضى بتكرار سيناريو خانشلا وبخصوص لقاء الغد دائما وجه بوزيدي كلامه لبعض اللاعبين بشكل غير مباشر بعد أن ضيعوا أهدافا لا يضيعها حتى لعبي الفئة الصغرى أين قال لهم ما شهدته من تراخي وعدم جدية في لقاء خانشلا لا أريد أن يسكر أريد تعامل حازما مع كل الكرات والمحاولات ولن أرضى أن أبقى متخوفا من أن نتلقى هدفا حكس سير المباراة لا بد أن تعلموا أنه ستكون لي كلمة بخصوص مستقبلكم مع الفريق ومن أجل وضع اللاعبين في الصورة كشف بوزيدي قائل لا أحد يعلموا ما يخبئ المستقبل المدرب اليوم أنا معكم وقد أغادر في الصائفة لكن عليكم أن تدركوا بأنه سيكون لي رأي بخصوص قائمة المسرحين ولن أخونا ثقة المسيرين إطلاقا خطاب ناري خطاب قوي جدا 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 فيه الترغيب والترهيب المهم إن شاء الله يكون فائدة لصالح شبيب القبائل واللعبين يدركون ذلك وتوصل الرسالة بشكل جيد إن شاء الله ولم لا الفوز ولا غيره إلا الفوز إن شاء الله دون الإطالة لكم بدورها الإدارة وفت بوعودها وتدخل جزءا من مساحقات بوزيدي من المقرر أن تقوم إدارة شبيب القبائل بدخل جزء من مساحقات المدرب يوسف بوزيدي في غضون الأيام قليلة القادمة وهذا لا خلفية الاتصال الحاصل بينهما وهو الأمر الذي يؤكد إسراء الموبيليس للتأكيد بأنها ستبقى خلف الفريق إلى غاية عودته إلى الطريق الصحيح إن شاء الله قال كله نتني في الارتكل بل أنه بدأ العمل باطل احتراما وتقديرا لشبيب القبائل وأنصارها قال لك يبدو أنه في خط المرحلة الانتقالية التي كان يتواجد فيها الفريق إداريا بعد قرار المالك الرسمي لأسهم الشركة شبيب القبائل إجراء بعض التغييرات الإدارية والتي تزامنت مع تعيين بوزيدي مدربا للكاناري فإن هذا الأخير لم يتحدث عن مسألة الأموال إطلاقا وبشر عمله في خطوة تحسب له والتي وصفها المدرب بأنها واجب قبل كل شيء احتراما وتقديرا لشبيب القبائل وأنصارها شكرا على هذا التقدير برك الله فيك إن شاء الله تنجح في شبيب القبائل ولمانا تذهب بعيدا معها وإن شاء الله أشوفك لعام جاي لايك على الفيديو أبوني في القناة وتركونا تعليق على تصريحات بوزيدي والخطاب النالي للعبين سلام خوتي